الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير حلية من ركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على رؤية او يعني رمز من الرموز اللي شوية غريبة او شوية ناس كتير مش هتصدق انه ممكن الرمز ده يدل على البشارات دي. اولا. الرمز اللي هنتكلم عنه من الرموز اللي بيطل على سماع اخبار اخبار سعيدة او سماع بشرة برضو من الرموز اللي بتدل على زيادة في المال وزيادة اوسعة في الرزق من الرموز اللي بتدل على راحة وعلى سعيدة وكمان على حصول الرأي على الشيء بيتمنى او حصوله على مراده. كمان من الرموز المباشرة بالزواج لو كان الرأي اعزب كمان لو كان كانت مرأة متزوجة فحملها فبشهرة بحمل في القريب كمان للمرأة الحامل برضو من الرموز المباشرة اللي بليها برزق هتحصل عليه من الرموز اللي بتضلك برضو على تحقيق اماني وتحقيق رغبات للرأي وحصوله على خير وحصوله او وصوله لمنصب او لمكانة او لرهبة كان بيتمنى ان يوصل لها او امنية كان بيتمنى ان يوصل لها كمان المرأة الحامل احيانا بتدل على ولادتها لزكر والله اعلى واعلى كمان من الرموز المباشرة برضو بتحقيق ارباح وبتحقيق مكاسب وبدخول الرأي في اعمال والاعمال دي هتكون اه مربحة. اه كمان احيانا بيطل على اعمال صلحة بيقوم بيها الرأي او الشخص نفسه اه زي مثلا بيقدم سكاة او بيخرج امواله اه في اعمال اه صلحة. هنقرأ مع بعض ايه هو الرمز ده وكمان هنتكلم امتى بيطل على الحالات اللي اهنا اتكلمنا عليها. الرمز اللي هنتكلم عليه او الرؤية اللي اهنا هنتكلم عليها النهاردة هو رؤية الجنين. رؤية الجنين في المنام لما يشب الرأي الجنين فبشارة بزيادة في ماله وكمان بشارة بسعة في رزقه. المرأة لما تحس بحركة الجنين في بطنها في المنام فده مال. ومال مضاعف هتحصل عليه. سماع آآ نبض الجنين ده سماع آآ بشارة وسماع اخبار آآ صارة. آآ لما تشوف الجنين بيخرج آآ من بطنها فآآ بشارة براحة وآآ بسعادة بشرط ان يكون الجنين ده متكامل. يعني ما يكونش في آآ حاجة نقصة او ما يكونش في عيب. آآ كمان رؤية الجنين للفتاة العزباء بشارة ليها بحصلها على آآ مرادهم او شيء بترغبها او شيء بتتمنى. آآ كمان لما نشوف ان هي حامل آآ وشافة الجنين آآ فمعنى كده ان شاء الله في آآ زواك عن آآ قريب. اما رؤية الجنين للمرأة المتزوجة فبشارة ليها بحمل آآ برضو عن قريب. آآ كمان لو ما كانتش حامل يعني ما كانتش المرأة المتزوجة آآ يعني بتسعى ليه حمل او يعني سنها تخطى الحمل فبشارة برزء آآ كتير هي آآ هتحصل آآ عليه آآ جمان رؤية الجنين فدي بشارة بآآ رابة آآ الرأي بيعايز يوصل لها وان شاء الله هيوصل لها. كمان بشارة بحصول آآ الرأي على امره. الامر ده هيكون آآ يعني مش متوقع وهيكون غريب وهيكون في آآ تهجة. خصوصا لما يشوف ان الجنين بيتكلم. رؤية كلام الجنين ده حدوث امر آآ شوية هيكون آآ عجيب. او شوية هيكون آآ غريب. كمان لمز الجنين آآ آآ وهو في بطن المرأة ده تحقيق امنيات وتحقيق رغبات. الجنين آآ في المنام للمرأة الحامل في الواقع بشارة بولادة آآ سهلة وكمان آآ بآآ سلامة ليها آآ لو شافت ان جنينها ده آآ آآ زكر. يعني لو شافت ان هي في بطنها آآ الجنين اللي في بطنها انسة فبشارة بولادة زكر. والله برضو اعلى واعلى. كمان رؤية الجنين بشارة بزوال متاعب وآآ بزوال آآ صعبات وآآ بفرحة. آآ كمان من الرموز اللي بتدلها على زيادة آآ آآ اموال زيادة اولاد آآ زيادة موت متاع الدنيا بشكل عام. آآ كمان آآ البكاء آآ لو شافت ان هي فقدت الجنين وشافت انها بتبكي على فقدانها ليه الجنين ده فتاة فريق ليه الهم وليه الكرب. ولكن سقوط الجنين او اجهاد الجنين من الرموز الغير مستحبة. ولكن انها هتشوف انها بتبكي عليه فمعنى كده ان شاء الله في آآ فرج وفي آآ خروج آآ من الكرب. لما تشوف الكيس الخاص بالجنين فمعنى كده ان هي هتجمع اموال وهتتخرها. وكمان آآ آآ من الرموز برضو اللي بتدل على آآ دخولها مشاريع ومشاريع آآ او دخولها في عمل. العمل ده هتحقق من خلاله آآ مكاسب وارباح. سواء كان رجل او امرأة. لما تشوف ان الكيس بتاع الجنين ده مخروم فمعنى كده ان هيدخل آآ مشروع جديد او هيقوم بعمل جديد ولكن هيحصل له آآ خسارة في الاموال ومش هينجع. آآ خروج المية من الكيس الخاص بالحمل فمعنى كده انه بينفق امواله والاموال دي اموال حلال. آآ كمان آآ كيس اللي هو الكيس الخاص بالحمل احيانا بيدل على اخراج الرأي امواله في اعمال آآ صالحة. آآ كمان لما تشوف آآ آآ المرأة ان هي آآ آآ خارج آآ اللي انها حملت وان الجنين ده خارج الرحم من الرموز اللي شوية بتكون غير مستحبة انا ممكن تدل على تعرضها لازمات. اما رؤية الجنين انه حي وخرج وخارج آآ من بطنها فدي مواجهة آآ صعوب ومواجهة ظروف آآ صعبة والخروج آآ منها. آآ كمان الجنين الغير مكتمل برضو من الرموز اللي بتكون غير مستحبة. كمان آآ جهاض الجنين برضو من الرموز اللي بتكون غير آآ مستحبة. كمان آآ لما يشوف الجنين انه زقر برضو غير مستحب. اما رؤية الجنين انسة من الرموز المبشرة باخبار سارة وباخبار مفرحة وبتحقيق آآ شيء آآ بتتمنى او رأي آآ كان ليه امنية فبشارة بانه هيحصل عليها. كمان زيادة في المعيشة وتحسن في المعيشة آآ ووسعة في الرزق. وبشارة كمان بفرج. اما لما تشوف ان الانسة دي آآ اجهدت او ماتت فبردو من الرموز اللي شوية بتكون غير مستحبة. آآ احنا كده تكلمنا عن آآ رؤية الجنين بشكل عام. عرفنا البشارات وكمان عرفنا بشكل سريع امتى بتكون الرؤية غير مستحبة. آآ بتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤالك تقولي تحت. وانا ان شاء الله اردت عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. موسيقى